لا يوجد تراجع عن الرد المزدوج ربما قد يسبق حزب الله القيام بعملية نوعية ضد إسرائيل هذا وارد الأمر الثاني قد يكون متزامنة مع عمليات الرد لوكلاء إيران وأذرهم الموجودين عبر الحريق الإقليمي من سوريا ومن العراق ومن اليمن ومن مناطق عديدة والحركة الحوثية أيضا هذا أمر وارد لكن تبقى خيارات الزج بإيران بمواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي يعني هناك حالة ارتباك حتى نكون صادقين سعب يقول لك أننا سنرد رد مباشر سعب يقول لك أننا لن نساق إلى أي مواجهة مباشرة خاصة مع مغامرات نتنياهو لجر إيران إلى أي مواجهة شاملة قد تؤدي إلى تدمير استغلال إسرائيل لذلك وتدمير المنشآت النووية الإيرانية حتى الإعلام الإيراني المحسوب على الحرسي الثوري الإيراني يتحدثون عن أن عملية إبريل وما قامت به في 13 إبريل إيران هل كانت عملية ناجعة بمعنى هل كانت كلفتها عالية على الجانب الإسرائيلي يعني لم يصل سوى تسع صواريخ وسقطت في مناطق مفتوحة في النقب وغيرها من المناطق ما سبب وراء أتأخر أي رد حتى الساعة برأيك هل بسبب الضغوطات التي تمارس إن كان على إيران وعلى حزب الله بتفادي هكذا رد أو رد يؤدي إلى حرب واسعة شوفي ريميل الآن هناك عدد من المتغيرات ربما الوجود العسكري الأمريكي وزيادة وطيرة الضغط على الجانب الإيراني عسكريا ودبلوماسيا ومحاولة ترتيب عواقب اقتصادية على إيران الأمر الثاني عدم انسجاب منظومة الحكم في إيران إذا هذا القرار يعني ما يطلع علينا النائب الرئيس الإيراني جواز ظريف النائب الاستراتيجي ويتحدث أنه عملية أمنية تتطلب ردا أمنيا بسجوكيان بيقول أنه ينبغي أن يكون رد للحرس الثوري الإيراني من خارج الحدود أو ربما ليس باستهداف منشآت ومصالح إسرائيلية موجودة في دول الجوار وهذه الرسالة ربما إلى كردستان العراق وانت شفت لما كانت تم عملية اغتيال والعمليات تخريب داخل العمق الإيراني برده في كردستان لكن القضية المهمة والمحورية أنه تراخل رد الإيراني ريمي زاد من وطيرة الاستهداف الإسرائيلي علينا أن نعترف بذلك